السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بالنسبة للفرق بين المعجونة البلاستيك الخاصة بالإكسودامات الإكسودامات البلاستيك الإكسودامات الخاصة بالعربية الكفارات الجارنش الحاجات دي يعني والمعجونة الفايبر المعجونة الفايبر دي معجونة فيبر جلس لن رأى فارف الفايبر جلس مش عارف ايه الكلام ده انما المعجونة لسود المارين ده خاص بالايكسرامات لان المعجونة دي بعد ما بتنشف بتكون طريه زي الجلد الاكسرام لا قدر الله اتخابط او حاجه المعجونة بتاخد و تدي مع الاكسرام هيا حتى لونها احسود زي الاكسرام و كنا عاملين فيديو و وضحنا لكم فيه جبنا حتة معجونة كبيرة كلا هو و بعد ما بتنشف بيتبقى بتفضل طريه يعني بتتصل بقوة لكن بتفضل طريه زي الجلد بتاع الاكسدام الاكسدام اللي قدر لات خبط بتروح حية وبتيجي مع الاكسدام ما بتتكسرش او حاجة انما الفايبر قاسي شديد بينشف خلاص لو حاولت انت تتني كده بيبدأ ان هو يتكسر معاك زي المعجون الستوك العادي فاني معجونة خاصة بالاكسدامات دي معجونة خاصة بالاكسدامات الفايبر جلس اللي هي الاكسدامات القاسية او الرفارف الفايبر جلس الشديدة دي انما ده مارن زي الاكسدام انكسلون مارين والاتنين بياخدوا مصلب يعني الاتنين بياخدوا مصلب هاردينر على فكرة بياخدوا من اتنين لتلاتة في المية مصلب حسب النشرة الفنية واللي عنده اي اضافة يصيب الاخواته في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته